اشتركوا في القناة 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 على حساب هكذا لكي نسرع بطبيعة الحال بالاستعانة بالزيت ليس هذا يسهل علينا هنا اضافة طاوة اللي ستدخل الفوق ودهنتهم بصفار البيض مع الشياء ودهنتهم بصفار البيض مع الشياء وتزنجلان السمسم والحبوب الشيع هنا ونفخوا 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 هذا هو شكل نهائي بعدما خرجهم الفران سوف ندوذ الكفتة ونرى كيف يحصل هنا بالنسبة لكفتة التي سوف نرفقها في الهومبورجر تحتاجية الكفتة لدي الكفتة لدي الكفتة لدي الكفتة لدي الكفتة لدي الكفتة زيت العود خرقوم مصدر منصف منصف لدي الكفتة ونفخوا منصف 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 سوف يكون أحسن إذا كانت لديكم القصبر المعدنوس يابس يعني عطرية بناس محلية أنا كنخدم بيدي حيث كنخدم شي حاجه يعني دي للطار إذا كنت نخدم شي حاجه للناس فأكيد سوف نستعمل الليقات مهم سوف نجمع هذه الكفتة هنا يوحل محلقة كبيرة مهم العبار القياس سوف نجمع الكفتة سوف نحاول إجل الناس نحن نحاول نحن جيد سوف نحن نحن جيد يدخل الكفتة جيدة ويجب أن يكون ناقصة هنا سوف يشدد الكفتة كما قلت لكم تستطيع حجوز بلاستيكة وتقطعها في القطعة الصابلة أو تقطعها في مهما ويجب أن يكون تقطعها في مهما والخبز لم يكن لديه لا يمكنك تفضل ويتم تحتاج المنويل وقوم بإعجاب القيص لديهم نفس القدة ويجب أن أتحضرهم في مهما لأنني لم أسهلل لديهم أتحضروا في مهما لديهم اتحضروا وقوم بإجراء المصحلة طاوة الفران تكبع لهم الزيت من تحت البابير كويسان والطيبهم في الفوغ أنا بالنسبة لي فصوتهم يعني ليس صوتهم كما قلتهم في بلانشة سافي والبنات سمحوا لي الفيديو والبنات سمح لي الفيديو لكي تكن صعيب الخصمو مرهبين كديري الخص الفرماج الصوص الجيغي الصوص بيقي الصوص هومبورغر الصوص كينين بزاف دي اللاصوص كل واحد كده اللاصوص اللي كتعجبو صافي هي هاديك نتمنى يعجبكم الفيديو دي اليوم خليوا لي اجاب واشتراك و تعليق باي باي